بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أيها الإخوة السادة المشاهدين الكرام حياكم الله وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة العيد المبارك الذي مضى قبل أيام فكل عام وأنتم والأهل والإخوة والإخوة في كل مكان في هذا البلد المعطاء وفي كل العالم العربي والإسلامي كل عام وأنتم بألف خير عاد الحجيج أيها الإخوة سالمين غانمين مغفور لهم إن شاء الله كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام من حج ولم يرفث ولم يفسق فقد عاد كيوم ولدته أمه عاد الحجيج وانتهى العيد وانقضى وها نحن وإياكم ما زلنا نعيش فكيف نستفيد من هذه المناسبة وهذه الشعيرة التي انقضت وبعدها كان هذا العيد السعيد أريد في هذه الحلقة أن نأخذ خطبة حجة الوداع أو كما سماها العلماء الأفاضل خطبة حجة الإسلام هذه الخطبة التي ألقاها الحبيب عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وكثير من العلماء من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في الإسلام بعد فرض الحج إلا هذه المرة لكن ورد بعض الآثار وبعض الأحاديث عند بعض العلماء أن الحبيب عليه الصلاة والسلام حجة مرتين قبلها لكن قبل فرضية الحج قبل أن يكون الحج ركنا من أركان الإسلام الخمسة الذي فرض في السنة العاشرة للهجرة أريد فقط من أجل أن نستمر نحن وإياكم على منهاج الحبيب وأن يبقى أثر هذه الشعيرة في قلوبنا الذين حجوا والذين لم يحجوا نحن شاركنا إخوتنا الذين ذهبوا إلى بيت الله الحرام شاركناهم بدعائنا وصيامنا وقلوبنا وأفئدتنا وكنا معهم ونلبي معهم الآن نحن وإياهم أصبحنا في بلادنا عدنا إلى أهلنا وأوطاننا فماذا علينا أن نفعل ماذا علينا أن نسلك ماذا علينا أن نقول ونحن نشاهد هذا الواقع ونعيش فيه أريد أن آخذ وصية الحبيب عليه الصلاة والسلام في هذه الحج المباركة ونتناقش نحن وإياكم وأتمنى منكم أن تشاركونا باستفساراتكم ومدخلاتكم وأسئلتكم لأن هذا البرنامج منكم وإليكم فحياكم الله أول ما دخل الحبيب عليه الصلاة والسلام مكة قال عندما رأى بيت الله الحرام اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من عظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وتعظيما وبرا هذا دعاء من الحبيب عليه الصلاة والسلام لمن تشرف بقدومه إلى بيت الله الحرام حاجا كان أو معتمرا فهذا دعاء جميل ندعو الله أن يتقبلنا نحن وإياكم ونزور بيته المحرم وبيت الله العتيق حاجين أو معتمرين الآن سأقرأ ونتناقش نحن وإياكم وصية حجة الوداع قال الحبيب عليه الصلاة والسلام أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا عليك الصلاة والسلام يا رسول الله كأنك تودع أصحابك وأهلك ومحبيك كأنك بهذا القول تودع الأمة الإسلامية تقاطبة عبر التاريخ وبالفعل أيها الإخوة توفي الحبيب عليه الصلاة والسلام ولم يلقى أحبته في مثل هذا الموقف العظيم في يوم عرفات عندما ألقى هذه الخطبة أو هذه الوصية أيها الناس إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الله أكبر الحبيب عليه الصلاة والسلام يبين في أول وصية أن دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم حرام على بعضهم البعض ماذا نستفيد أيها الإخوة من هذه النصيحة ونحن نعيش الآن بعد أكثر من ألف وأربعمائة عام ماذا نستفيد ونحن نشاهد أننا نأكل أموال بعضنا بعضا وأننا نقتل بعضنا بعضا وأننا نظلم بعضنا بعضا وأننا نكفر بعضنا بعضا وأننا نشتم بعضنا بعضا ماذا نقول ماذا نقول لك يا سيدي يا رسول الله يأتي على بالي عندما أخطأ أبو ذر خلال نقاش هو وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهم وعبد الرحمن بن عوف وكان سيدنا بلال موجود فقال بلال لأبي ذر أنت أخطأت في رأيك فقال له أنت يا ابن السوداء أيضا تخطئني فغضب بلال رضي الله تعالى عنه غضبا شديدا وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشكو أبا ذر فقال يا رسول الله إن أبا ذر قد عيرني بأمي وقال أنت يا ابن السوداء تخطئني أيضا فماذا كانت ردة فعل الحبيب عليه الصلاة والسلام صحابي جليل يشكو صحابي آخر يعيره في أمه السوداء عندما كان يغضب الحبيب كان يظهر ذلك في وجهه ويحمر وجهه عليه الصلاة والسلام فجاء أبا ذر عندما علم بالأمر فقال له أنت يا أبا ذر أنت يا أبا ذر تعيره بأمه يا أبا ذر لأن لونها أسود يا أبا ذر إنك امرئ فيك جاهلية يا أبا ذر إنك امرئ فيك جاهلية فندم أبا ذر وخرج ووضع خده على الأرض وقال له ضع قدمك على خدي فأنت الكريم وأنا المهان يا بلال أنت الكريم وأنا المهان يا بلال هكذا فهموا مراد الحبيب وهكذا تربوا في مدرسة الحبيب يخطي الإنسان مرة أو مرتين مع صديقه مع أهله مع أقاربه مع جيرانه لكن أيها الإخوة نحن حتى كلمة آسف ما بتسمعها من الآخر إذا أخطأ معاك الاعتذار الأخلاق الإسلامية العالية أين ذهبت موجودة الحمد لله لكنها قليلة إلا من رحم الله هكذا كانوا هكذا تربوا ونحن نريد أن نتربى في مدرسة الحبيب عليه الصلاة والسلام نريد أن نتخلق بأخلاقه نحن لسنا بحاجة أيها الإخوة إلى يعني هذه الثورات السياسية التي فيها الدماء تسيل والتي فيها القتلى والضحايا من الأبرياء والأسباب واهية والأسباب كل يغني على ليلاه لكن الذي يموت ويقتل أمره إلى الله سبحانه وتعالى يقتل ظلما أو يقتل قهرا أو يموت جوعا بأي ذنب يقتل هؤلاء الناس إن كانوا أطفالا أو شيوخا أو نساءا أو رجالا أو شباب أو فتيات في ريعان الشباب في ريعان الصبا يموتون بلا ثمن وبلا سبب ولا بلا أي شيء إنما هي فقط من أجل أمور دنيوية للأسف وها نحن نرى النتائج يا أبا ذر إنك امرئ فيك جاهلية عشان هذا السبب وهذه المسبة البسيطة فما بالنا نحن ونحن نكفر بعضنا بعضا ونقتل بعضنا بعضا ونظلم بعضنا بعضا فماذا كان لو كان الحبيب بيننا ماذا كان سيقول ماذا كان سيقول عليه الصلاة والسلام نشكو أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى ثم أكمل الحبيب عليه الصلاة والسلام وقال ألا وإن لكل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن أبي ربيعة وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب يعني كل العادات التي كانت موجودة في الجاهلية كلها تحت قدم الحبيب عليه الصلاة والسلام تحت قدم الحبيب يدوسها ويعطينا دروسا ومعلومات وأخلاقيات الإسلام العظيم هذه الأمور التي كانت في الجاهلية كلها تحت قدم الحبيب للأسف نحن أصبحنا نشاهد الجاهلية الحديثة في القرن العشرين هناك جاهلية ميلادية بكل ما فتح على الناس من حداثة بعيدة عن أخلاقيات الإنسانية حتى وأيضا نعيش في جاهلية هجرية بابتعادنا عن نهج الحبيب عليه الصلاة والسلام بتزمتنا وتخلفنا وفهمنا الخاطئ وتقديم هذا النموذج السلبي عن هذا الإسلام العظيم قزمنا هذا الإسلام العظيم بعقليتنا نحن قزمناه على شكلنا وعلى صورتنا قزمناه في أقل شيء من تعاليم الإسلام العظيم وتركنا هذا الإسلام العظيم بتسامحه وعدله وإنصافه وحبه للبشرية كلها قزمنا هذا الإسلام العظيم على قدر عقولنا نحن وعقولنا للأسف قاصرة وأثبتت التجارب وأثبتت الأحداث التي نراها أننا ما زلنا بحاجة أن نفهم هذا الإسلام العظيم كما فهمهم الصحابة الكرام كما علمهم إياه رسولهم صلى الله عليه وسلم إن كان في العبادات وإن كان في السلوكيات وإن كان في كل شيء هذا الإسلام العظيم بحاجة إلى ثورة ثقهية أخلاقية ثورة إنسانية تسامحية ثورة قلبية ثورة حبية ثورة تسامحية أين تسامح الإسلام العظيم أين الوصايا التي كان يوصي بها الحبيب عليه الصلاة والسلام لصحابته الكرام هذا هذا معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعر عندما أوصاهم الحبيب عليه الصلاة والسلام عندما ذهبوا إلى اليمن وقال لهم يسرى ولا تعسرى نعم يسرى ولا تعسرى أيها الإخوة أريد فقط أن أقرأها لكم من أجل أن نرى هذا الإسلام العظيم كيف كان يوصي الحبيب ويختار الرجال الرجال ويختار العلماء العلماء ويختار الفقهاء الفقهاء ويختار الولاء على الأمصار وعلى الأماكن في كل مكان فهل نحن نسير على نفس الدرب أشك في ذلك قال الحبيب عليه الصلاة والسلام يسرى ولا تعسرى وبشرى ولا تنفرى وتطاوعا مش تتنافرى مش تكفرى بعضكما بعضا في المسجد وأنت تصلي بجانب أخيك في المسجد يكفر بعضهما الآخر على مسألة فقهية على سوء فهم حصل وأنتم تشاهدون مقدار الفتاوى التي تخرج في العالم الإسلامي هذا يبيح وهذا يحرم وهذا يحل وهذا يكفر وهذا يقتل وهذا يسفك الدماء بحجة هذا الإسلام العظيم للأسف